أكد النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان الدوبرداني خلال لقاء في برنامج المعادلة والذي سيبث في تمام الساعة العاشرة من هذا اليوم أكد إجراء عدة مخاطبات مع عدد من المستشارين القانونيين حول قانونية قرارات جلسة مجلس محافظة نينوى وصحتها دستوريا وتبين أنها باطلة ولا تصح مشيرا إلى أن المندلوي أيضا دعم ذلك بإصدار كتاب أو كتاب إبطال الجلسة وعدم قانونيتها لكنه تراجع بعد ضغط من قادة الإطار بحجة أنه مزورة أرسلنا نسخة من الكتاب اللجنة بعد ما صار دراسة مقابل المستشارين القانونيين في لجنة الأقاليم وبمناسبة حتى اتصلت مع مستشار رجل القانونية طيب ولد من أهل صلاح الدين قلت له سيادة المستشار أكو قرار لمجلس محافظة قال غير قانوني وغير دستوري وماكو شيء اسمه عقوبة جماعية وإعفاء وإيقالة بدون استجواب وبدون سبب طيب أحنا أخذنا كل الاستشارات من محاكم من قضاة من مستشارين كمن الكتاب سيد شاخوان واتتصال معه تكلم مع السيد محسن مندلاوي ووجه المكتب بإصدار كتاب حسب مخالفات هو هم عنده مستشار قانوني يعني الرئيس بالنيابة عنده مستشارين ومستشار فوجه رئيس المجلس بالنيابة المكتبه ومكتبه شافوا الكتاب وكملوا كتاب وصدروا الكتاب ووقع عليه سيد محسن مندلاوي بالليل ليلة الجمعة الخميس الكتاب سرب إلى الإعلام وتم تداوله في المواقع الاجتماعية فدخل بعض قادة الإطار التنسيقي وبضغط كبير جدا على سيد محسن مندلاوي وتعرف اليوم الرجل محسن مندلاوي هو جزء من إطار التنسيقي هو مرشح الإطار التنسيقي لهذا المنصب منصب النائب الأول فوضح في صفحته الشخصية بين هذا الكتاب مزور هو الكتاب صحيح مئة بالمئة موسيقى